السلام عليكم ورحمة الله و أهلا وسهلا فيكم بالتغطية لبطولات الاتحاد العربي السوري للشطانج اللي عم يقيمها بمناسبة شهر رمضان المبارك رح نيوم نلقضو على واحدة من أهم البطولات اللي عم تصير بهذا الوقت أو بهذه الفعالية وهي بطولة فرق المحافظات رح نجاوب على السؤال القوي من هي أفضل المحافظة في سوريا طبعاً هذه البطولة أكيد ما هي جواب نهائي وحاسم ولكن يعني تعطينا مؤشر نوعاً ما طبعا هاي البطولة كانت قوية جدا بمشاركة 229 لاعب من أفضل وأقوى اللاعبين السوريين يعني تقريبا معظم اللاعبين الأقوية بسوريا كانوا موجودين هاي البطولة لعب فيها 1610 مباريات بزمن 3 زائر 2 أو 3 دقائق وإضافة ثانيتين لكل نقلة وبمعدل لاعبين قوي جدا معدل تصنيف اللاعبين كان 1859 طبعا هذا معدل مرتفع جدا بالنسبة ل229 لاعب وكان في عنا نحفة جميلة بهاي البطولة إن معدل فوز اللاعب الأسود كان 48% بينما معدل فوز اللاعب الأبيض كان 47% وتعادل 6% يعني كان فوز اللاعب الأسود أكتر من فوز اللاعب الأبيض ما أعرف شو يعني ولكن هيك كانت الإحصائيات بالنسبة للبطولة ونتائج البطولة الفردية كان الأول مازن فندي البطل المعجز السوري الطفل مازن فندي طبعا عملنا عنه أكتر من فيديو بهاي القناة ممكن ترجعوا لهم فيكم تشوفوا روابطهم بالوصف فكان المركز الأول برصيد 48 نقطة أما المركز الثاني فكان النصيب اللاعب القوي علي زهرة أيضا ب48 نقطة بالمركز الثالث كان اللاعب عمراني 11 وتوقع هو اللاعب الكبير المدرب حسن عمراني هو بعرفا عنده حساب غير هذا ولكن بتوقع أيضا هذا الحساب إلو فإن شاء الله ما أكون غلطان طبعا بتقييمه 2296 نقطة المركز الرابع حساب اسمه سبايدر ثلاث سبعات للأسف ما عرفت هو لأي لاعب وتقييمه 2281 المركز الخامس من نصيب اللاعب عبدالله قزاز 2234 المركز السادس شادي دادا 2118 من محافظة حلبو والمركز السابع بشار زلمي من محافظة حمص 2258 نقطة تصنيفه المركز الثامن جمال صافية من حلبو تصنيفه 2319 المركز التاسع يوسف عيد 2373 أما المركز العاشر فكان من نصيب اللاعب أمير دار طبعا هذا حسابه على اللي تشيس ما عرفت هذا الحساب يعني إلى أي لاعب هاي بالنسبة للنتائج الفردية طبعا أما بالنسبة للنتائج الفرد طبعا تقريبا البطولة كانت عادلة لأنه تقريبا عدد اللاعبين النشيطين تقريبا كان متقارب يعني بين أعلى فريق وأدنى فريق كان في أبع خمس لاعبين تقريبا مثلا فريق حلب كان أكتر لاعبين نشيطين حوالي 22 لاعب كانوا عم يلعبو هدول اللاعبين لمية وثمانين الأوائل يعني أنا عديت لمية وثمانين لاعب الأوائل اللي جابوا عشر نقاط وما فوق فكان نصيب حلب 22 لاعب بينما أدنى محافظة كانت يمكن من المحافظات الأوائل طبعا كانت 16 لاعب ففي المحافظات في أبع أو خمس لاعبين مثل محافظة دير الزور وبحافظة إدليب ولكن يعني المحافظات القوية كانت عدد اللاعبين متقارب فالنتائج تقريبا عادلة ما فينا نقول أنه في محافظة مثلا شاركت بعدد كبير من اللاعبين إذن المركز الأول بين نسبة للمحافظات كافرة هو كان حمال بـ 261 نقطة أما المركز الثاني فكان لمحافظة حلب بـ 242 نقطة أما المركز الثالث فكان لمحافظة حمص 222 نقطة والمركز الرابع لمحافظة القنيترا 201 نقطة والمركز الخامس لمحافظة اللازقية 194 نقطة والمركز السادس لمحافظة السويداء 187 نقطة والمركز السابع من نصيب محافظة ريف دمشق النشيطة مؤخرا برصيد 183 نقطة المركز الثامن محافظة دمشق 182 نقطة طبعا محافظة دمشق هي محافظة قوية ولكن تأخر مركزه شوي لأنه فيه لعبين مضموا لفريق هيئة المحافظة لعبين أقوياء منهم بطل سوريا أكيد واللعب كان الأعلى تصنيفا بالبطولة مالك قونيالي كان عم يلعب بفريق هيئة المحافظة لذلك محافظة دمشق خسرت عدد من اللعبين الأقوياء والمركز التاسع لمحافظة طرطوس 174 نقطة والمركز العاشر لمحافظة درعاب 172 نقطة فأخيرا لازم نشير إلى أن المحافظات الأولى حماء وحلب قامت على سواعد الأبطال تلي أسماؤهم بالنسبة لمحافظة حماء المركز الأول كان مازن فندي اللي جاب 48 نقطة والمركز الثاني كان لللاعب القوي علي زهراء اللي جاب أيضا 48 نقطة والمركز الثالث كان لللاعب سبايدار 777 اللي ما عرفت اسمه طبعا كان ب46 نقطة والمركز الرابع لكرم زيد 34 نقطة والمركز الخامس لللاعب الكبير والمدرب الشهير عزام زينو 30 نقطة والمركز السادس لسومر غازي اللي جاب 29 نقطة والمركز السابع لللاعب محمد فندي اللي جاب 26 نقطة أما بالنسبة لفريق حلاب فكان المركز الأول من نصيب عبدالله القزاز برصيد 41 نقطة والمركز الثاني شادي دادا 38 نقطة والمركز الثالث جمال صافية 36 نقطة والمركز الرابع يوسف عيد 36 نقطة والمركز الخامس رودي بكر 31 نقطة والمركز السادس كاسبار سوشينيان ب30 نقطة والمركز السابع محمد قويدر ب30 نقطة فكانت بطولة قوية جدا رح أترككم الآن مع مباراة مختارة من هاي البطولة مباراة هجومية انتهت بعدد قليل من النقلات من إبداع اللاعب الأول على البطولة مازن فندي فلا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا للاستمرار بترطيط هاي البطولة فاتع جدا مباراة نلتقي من ترطية قادمة وقريبة لهاي البطولات العمقية من الاتحاد العربي سوري للشطنج مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة